عن البيانة الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن محاولات اغتصاب مسجد سمراء الكبير ومدرسته الدينية وصفقات الفساد في ديوان الوقف السني ينضم إلينا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني دكتور عبد الحميد سلام الله عليكم يعني رفض وإدانات واسعة عامة العراق وخارجه وذلك بعد الإعلان عما سمي باتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي اليوم كما تعرفون محاولات اغتصاب بمسجد سمراء الكبير ومدرسته الدينية لكن هل من ربط بين الاتفاق السابق وبين ما يحدث الآن في سمراء دكتور نعم بسم الله الرحمن الرحيم وحييك وجميع المشاهدين الكرام من خلال شاشتكم الحقيقة نعم هذه هي تأتي ضمن سلسلة العمليات التي تم الاتفاق عليها سابقا وللأسف التي تم السكوت عنها بعد أن كانت هناك مثل ما ذكرت هناك ضجة كبيرة وتفاعل كبير داخليا وخارجيا ولكن كأنه تمت مساومات داخلية للسكوت على هذا الأمر وبالفعل بعد أن كان هناك نوع من التفاعل مع القضية والرفض الشديد قام عدد من المشتركين بهذه العملية السياسية من قريب أو بعيد بالسكوت عن هذا الملف لذا رأينا أنه استمرار هذا الملف يجري على قدم وساق عبر الكثير من المنافذ وعبر العديد من الأماكن وهذا الملف الذي يجري اليوم في سامراء هو ليس الأول وليس بالجديد وإنما سبقته خطوات كثيرة سابقة تمهد لهذا الأمر فلذا هي المؤامرة مؤامرة كبيرة على العراق عموما وهذه الأوقاف جزء من هذه المؤامرة الكبيرة وهي فعلا مؤامرة خطيرة طيب دكتور الوقف الشيعي قرر أن يلتزم بتعويض الوقف السني عن المساجد التي ستقول إليه ما المشكلة في ذلك إذن؟ المشكلة هي في إطار تغيير أو تغيير هذه طبيعة هذه الأوقاف لأن الأوقاف هي ليس ملك أحد حتى يستطيع التصرف فيها والتنازل وتغييرها فهي على شرط الوقف وهذه الأوقاف هي أصحابها ملاكها أصحابها الحقيقيون قد ذهبوا إلى دار الحق وهم الوحيدون الذين يستطيعون التصرف فيها أما ما يجري اليوم فهي أنهم جعلوا هذه الأوقاف هي ملفات ضمن ملفات المساومات الأخرى هي جزء من ملفات الفساد وجزء من المحاصصات والمساومات السياسية وهذا هو جزء أيضا من مؤامرة كبرى ألا وهي تغيير التركيبة السكانية في العديد من المناطق فكما جرى في مناطق تم التغيير التركيبة السكانية فيها على مرأة ومسمع العالم كله كجرف الصخر مثلا وما يجري في محيط بغداد نرى أنه اليوم تجري أيضا في سمراء وهي ليست اليوم لكن هذا الملف الذي ذكرناه في البيان هو خطير وكبير وفاضح جدا وإلا فهي المؤامرة في هذا المحلف ملف سمراء تحديدا يجري منذ سنوات عديدة وبالتآمر والتواطئ بين الوقفين وعا كل الأسف طيب إذا ما تحدثنا عن المسئولية أنتم في هيئة علماء المسلمين من تحملون المسئولية الأكبر عن هذا الإجراء دكتور لنتكلم عن هذا الإجراء تحديدا وإلا فالإجراءات البقية بقية الملفات هي كلها هناك عملية تكاملية بينهم بين هؤلاء المشتركين في العملية السياسية تحديدا نتكلم عن هذا الملف فكل من تواطأ في المشاركة بهذا الملف من الوقفين مسؤول البسؤولية أولى ثانيا من ادعى تمثيل هذه المناطق عن سام الراءة وما حولها من ادعى تمثيل هؤلاء فيما يسمى بمجلس النواب وغيرها عندما يسكت عن مثل هذه الجرائم كذلك هو متواطئ في هذه العملية وكل من يعلم بها من المشايخ أو غيرهم من مؤسسات رسمية أو غير رسمية أو شبه رسمية كل من يعلم بهذا الملف الخطير ويشارك فيه أو يسكت عنه فهو كذلك مشترك بهذه الجريمة فالمسؤولية مسؤولية الجميع ولا بد أن يكون هناك وقفة جادة للجميع للتصدي لهذا الملف والملفات الأخرى التي مرتبطة بهذا الأمر أيضا دكتور هيئة علماء المسلمين حذرت في أكثر من بيان من خطورة عمليات التنازل التي تتم من قبل مسؤولي الوقف السني منذ ولاية عادل عبد المهدي في ظل ضياح حقوق البعض طبعا أمام قوة السلاح من قبل الميليشيات لكن السؤال هنا هل ممكن العودة في هذه الاتفاقات والتنازلات؟ هو فقط ليس فقط أيضا السلاح وإنما المال السياسي للأسف أيضا يلعب دور هو بالتعاون مع السلاح المنفلت أو سلاح الميليشيات الذي يسمى منفلت هو حقيقة مبرمج وممنهج لأنه يسير وفق منهجية منظمة ومخطط لها من جارة السوء إيران وبتنفيذ أدواتهم داخل العراق أما الرجوع إلى هذه التفاهمات وغيرها الحقيقة أن هناك كثير من الملفات التي تتم معالجتها في العراق وفق ما يسمى بالمساومات مساومات سياسية ومساومات صفقات طائفية مع كل الأسف لا يجري الأمر وفق قوانين ووفق القواعد القانون والقضاء فلو كان هناك إرادة حقيقية لتسوية هذه الملفات لتشكلت لجال حقيقة ولمعالجة هذا الأمر وفق ما هو مقرر في قواعد القانون وقواعد الوقف التي تبنى أولا وأخيرا على ما يسمى بشرط الوقف دكتور موافقة إدارة الوقف السني على مثل هكذا إجراءات والتي جرتها اتفاق تقاسم الأوقاف لكن إذا ما تحدثنا عن موقف الوقف السني هل هو مبني على إجماع سنة العراق دكتور عبد الحميد؟ لا للأسف يعني الوقف دائر كدائرة يعني هي الآن لا تمثل لا سنة ولا شيعة ولا شيعة القضية أصبحت اليوم هذه الأسماء سنة وشيعة أصبحت اسماء لا تمثل المذاهب ولا تمثل الدين ولا شيء وإنما هي شعارات تتخذ كرداء وكغطاء وستار لممارسة الفساد لهؤلاء المتصدرين للمناصب في هذه الأمور وهي لا تمثل لا هذا المذهب ولا ذاك ولا هذا الدين ولا ذاك فهي كما قلت فقط شعارات ورداء يستغله بعض من يتولى هذه المناصب أولا لتحقيق مكاسب خاصة بهم وكل من تولى هذه المناصب قد رأينا كيف أنهم أثروا في حسابهم خاصة على حساب المال العام وكل من غادر هذه المناصب غادرها بملفات وصفقات مشبوهة وكبيرة جدا ولم يحاسب إلى الآن أحد ويتم استلاع على المال العام وتضيع حقوق العبادة بتحت هذه الذرائع وهذه المسميات عبر اسكايب الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني شكرا جزيلا لكم